بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريبتو تعالوا نبدأ نحل ملزمة شهر في فبراير ونراجع على الأسئلة وإحنا بنحل ونراجع على يونت وان في المرة بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الزر الجرس ولايك وشير وكومنت على الفيديو ونضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيت وكمان التليجرام هتلاقوا اللينكات دي كلها وكمان لينك الملزمة بالإجابات بتاعتها في آخر الملزمة في الدسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا مراجعة شهر فبراير طبقا للخطة الزمنية اللي الوزارة منزليها في منهج شهر فبراير شام ليونت وان الملزمة دي بإذن الله شاملة كل أنواع الأسئلة بحيث أن هي تنفعنا في منهج شهر فبراير وتبقى ريفاجل لنا كمان ليونت وان وقت ما نحب نراجع على يونت وان بس تبقى معينا الملزمة دي أول كويتشن معينا في الملزمة بيقول لك choose the correct answer أول حاجة بيسألني عن حاجة اسمها insulating body وبيقول أنه بيعمل movement على the two side بتوع الرست position بتاعه وبيسألني velocity بتاعته بيحصل لها إيه تعالوا نفتكر كده أنا كان عندي اليونت كلها بتتكلم عن حاجة اسمها periodic motion يعني الموشن اللي regularly repeated في equal period افطال كان فيه منها شكلين الشكل الأولاني اسمه isulatory motion وده كان لنا رست position زي السيمبل البندوليوم كده ويه بتعمل movement حوالين الرست position ده يمين وشمال أو شكل السبرينج مثلا وتعمل برضو rotate فوق أو تحت المهم إن هي ليها رست position هو هنا بيسألني عن الobject بتاعنا اللي هو insulating body بيعمل rotation around الرست position ال velocity بتاعته بيحصل لها إيه إحنا كنا بنقول إنه هو ميشي كده أنا رفعته الأول كده وسبته يتحرك اللي سبيد بتاعته increase لغاية ما توصل للرست position وكل ما يبعد عن الرست position بتاعته اللي سبيد بتاعته تقل لغاية ما يبقى كأنها zero بالزبط ويرجع تاني آه بيسألني بقى ال velocity decrease when we go far يعني كل ما ببعد عن الرست position اللي سبيد decrease ولا increase ولا هي minimum value عند الرست position ولا ملهاش دعوة وremain constant بالحدودة اللي احنا حكيينها دلوقتي بنقول إن السبيد كان ليها رقم وبعدين بقت zero فالسبيد حصل لها طبعا decrease نفتكر بقى الموشن التانية اللي كنا بنقول عليها كان اسمها wave motion ودي حصل فيها بقى مش رست position والكلام ده لا حصل فيها إن particles vibrate من غير ما تشينج البوزيشن بتاع يا إما vibrate perpendicular فتعمل لي wave اسمها transverse يا إما تعمل لي vibrate along the wave wave اسمها longitude طيب نكمل كلامنا ونشوف تاني سؤالنا عن simple pandorium كان في حاجة اسمها amplitude بيقول لي amplitude دي قد إيه من complete vibration نفتكر تاني يعني إيه amplitude دي maximum displacement اللي الobject ده وصل لها سواء ايمين او شمال maximum displacement دي اسمها amplitude طيب الone complete vibration او الone complete isolation عبارة عن كام amplitude احنا اتفقنا كده واحدة amplitude وبعدين يرجى وعدين يروح الناحية التانية amplitude ويرجى اهم one two three four الفور amplitude دول يعملوا لي one complete isolation يبقى الامplitude قد إيه من complete isolation one over four قد القوارتر بالزبط كمان بيسألني عن longitudinal wave وبيقول لي هي consist of a نفتكر تاني transverse اللي هي ماشية perpendicular كان ليها حاجة اسمها crest و trough crest اللي كنا بنقول عليها جبل لفوق و trough الجبل لتحت اما longitudinal البقى كتحت الدنستي فيها high dynasty اللي هي اسمها composition و واحدة low dynasty of particles يعني الparticles بعيدة عن بعضها شوية ودير اسمها rarefaction يبقى longitudinal consist من من composition و rarefaction يسألني كمان ويقول كل الواف دي transverse يعني كلها بتمشي perpendicular كده except من الووتر كانت transverse طبعا دي كانت كمان transverse و mechanical نفتكرهم بالمر اللايت كانت برضو transverse و electromagnet الراديو كانت زيها زي اللايت transverse برضو electromagnet اصلا كل الالكتر كانوا من النوع اللي اسموهم transverse اما sound ما كانت transverse اصلا هي كانت longitudinal وفي نفس الوقت كانت mechanical نفتكر ايه mechanical وايه الالكتر electromagnet الميكانيكال دي كانت طيب من الويف اللي كانت propagate throw vacuum يعني اللي need a media to transfer محتاجة medium سواء solid او liquid او gas اي حد يشيل اما الاكتروماجنت دي كانت كان propagate في vacuum مفيش medium برضو هي بتعدي they don't need a media to propagate طيب هيسألني بقى السؤال ده ما تلاقوش حدوطة الwavelength دي حاسة ان كتير منكم مطلقبة فيها فانا متوصية فيها شوية في الاسئلة هتلاقوها كتير في choose وكمان في problem بيقوللي distance ما بين two successive crest او two successive trough في transverse wave دي مين دي distance ما بين الكريست والكريست اللي وراها او trough والترف اللي وراها دي كان اسمها الwavelength طيب نشوف سؤال كمان ويقوللي السؤال ده احنا متعوذين انه هو يجيلنا في give region بس اهو جالنا في complete بس اهو جالنا في true بيقوللي الساينتست بيقدروا يشوف الاكسبلوجن اللي بتحصل في الصن لكن can't record the sound بتاعت الاكسبلوجن يعني الصن هناك هي اللايت بتاع الصن قدر يوصل لنا في الارث اما الساوند مقدرش ليه اتفقنا مش عشان الاسبيد مختلفة علشان الايت ده كان electromagnetic wave يعني can propagate في الفاكيوم هيقدر يمشي في الفاكيوم في الفراغ اللي ما بيننا وما بين الصن اما الساوند يعني كانت من نوع التاني اللي اسمها mechanical يعني مالها يعني can't move في الاسبيس او can't propagate في الاسبيس هنا بقى بيقولك الساوند ده doesn't travel from up to down نعنديش up و down ما بين الصن ويليورز طيب خلاص يا ميس انا رقيتها اهي دي mechanical propagate indefinite direction مفيش حاجة اسمها كده ده مش السبب اصلا طب electromagnetic sound اصلا مش electromagnetic طب need a media to travel ايوه هو فعلا sound mechanical wave need a media to travel time حدوطة الperiodic time واشكاله اللي بجلنا مرة يطلبها مني وهو مديني time of amplitude او مرة يجبها لي بالرول اللي انتو بتنسوه على طول ايالي ان الperiodic time equal 0.1 second والnumber of complete instillation became لو time بتاعبه one minute ده الرول يا حبيبي اللي احنا حافظين الperiodic time equal time in second على number of complete instillation كل اللي علي عمله اشيل الارقام واشوف انا عايز الnumber of complete instillation يبقى هعمل time ده divided الperiodic time time ده اللي هو مش one minute خالص ده 60 second تمام خلاص احنا عرفنا مش هنغلط ابدا minute دي ما نشتغلش بيها لازم نحولها لsecond divided الperiodic time اللي هو 0.1 تطلع الانسور معنا 600 complete instillation طيب وبيقول لي هنا distance ما بين center وفي second والfourth composition لو سمحت ارسم الرسم هاي دي second composition وبعدين هنا في راري فاكش بعدين composition وراري فاكش composition وراري فاكش بيقول لي ما بين second ودي third ودي الفورث distance دي equal ال the equal الوافلانس لا ما حصلش الحتة دي اللي equal الوافلانس من composition للcomposition اللي وراها دي واحدة ويفلانس ومن composition دي للوراها دي كمان واحدة ويفلانس يبقى distance اللي بيتكلم عليها دي الوافلانس double الوافلانس بتاعت transverse ولا بتاعت longitudinal ارجع كده للكويتشن حيقول لك composition يعني double wavelength بتاع longitudinal نفس الفكرة احسبها برضو ايه دي composition اه وراها rarefaction وبعدين composition وrarefaction composition وrarefaction composition وrarefaction بيقول من الثرد اه الثرد للسيكس عدي معايا كده من الثرد دي الفورس ودي الفرس ودي السيكس بص عملنا كام jump عملنا كام wavelength easy one two three يبقى دول three wavelength number of wave three طيب نكمل كده بقى بيقول ان ال distance دي كلها ب30 سنتيمتر يبقى ال wavelength الواحدة بكام هنعمل distance divided number of wave يعني 30 divided three equal 10 سنتيمتر هو ده ال wavelength اعتقد كده الدنيا ضبطت شوية في حدودة ازاي نحسب ال number of wave لما اجبها لي بالcomprehension طيب تعالوا نشوف بالقال تاني بيقول الفريقونسي بتاعنا ب5 هيرت حلو قوي قول لي بقى لو انا عملت multiply للfrequency by periodic time equal كام هو اصلا مش محتاج الدني نمبر الفريقونسي by periodic time او multiply periodic time على طول equal ب1 ليه ميس علشان كل واحد فيهم ال reciprocal بتاع التاني يعني مثلا لو الفريقونسي بتاعه ب5 هيبقى periodic time 1 over 5 فحيبقى التوتل بتاعهم في الآخر هي نفس ال1 كل مرة طيب الرسومات انا مقتر شوية في الرسومات يمكن في الملزمة اه ومع ان احنا خدناها في الفيديو بتاع الproblem بس قولنا نقيه نزادهم تاني ونعيد تاني علشان حبا طيب بيسألني عن frequency والويفلانس خلاص احنا عرفنا على الرسمة غالبا مش هيديهون بس هيديني حاجة الديهون اهو اداني الperiodic time عرفتنا منين ان ده الperiodic time هشو ده time بتاع كم ويف ادي ويفة يعني جبل فوق وجبل تحت ادي ويفة واحدة بس time بتاعها اي الهولي one second تمام يعني الperiodic time بتاعي بone طب يبقى الفريكونسي بكام شكل بيها يميس بقت one over one يعني one bird طيب ما خدتش بالي ان ما فيش answer غير انا كده جبت الفريكونسي بone طيب ويه الve الve equal f باي لند الاف لسه جايبينها بone واللند اللي هي الويفلانس عد معي دول كام ويف عد كده ادي جبل تحت ادي ويف جبل فوق جبل تحت كمان واحد فوق وتحت واحد فوق وتحت يعني دي يعني يعني خلوس ادي الفور يبقى الانسر بتاعتي الفريكونسي بone والفيلوستي بالفور طيب نسألني سؤال تاني برضو في حدوط الرسومات دي جايبلي الشكل اللي قدامي ده وبيقوللي الطايم هنا بالsecond والdisplacement بالcentimeter احسبلي الامبليتود مش مستهلة الامبليتود انا بدور على ابعاد distance الobject بتاعنا مشيها الفوق او مشيها التحت في الحالة دي اهو مديني ان الامبليتود بتو سنتيمتر ساعات الطايم بتاع الone wave ده الperiodic طايم يعني ال8 دي الperiodic طايم بتاع والfrequency ولا تعمل اي حاجة one divided eight اهو طيب بنفس الفكرة اللي فاتت الواف لانس بس هنا الراجل كتر خيره مديني اللانس بتاع الواف الواحدة بس يعني مديني التن سنتيمتر جهزة يا ميس مفيش في الانسر تن سنتيمتر طيب ما نشوف كده يمكن نحولها للميتر اهي هنلاقيها zero point one ميتر طب والفي قولنا الف ايكوال f باي لاندا الاف بكام ياميس لسه جايبينها من شوية one over eight واللاندا بكام ياميس الواف لانس بكام بزيرو point one كل اللي عليك تحسبها على الكالكوليتر هتلاقيها طلعة zero point zero one two five ميتر بير ساك الكويتشن اللي بعد كده true false تعالوا برضو نشوف كده واحدة فيه كده يجي يقول الكايناتك energy بتاعة simple penduleum decrease by increasing velocity لا ما حصلش احنا اخدنا قبل كده وارجعنا اخدنا السنة دي تادي من الكايناتك energy دي اليها direct relationship مع ال velocity لان الرول بتاعها كان بيقول half m v power two فلو الكايناتك energy حصل لها decrease ده معناه ان ال velocity كمان حصل لها decrease فال sentence دي طبعا false طب نفتكر بقى حتة كمان هيسألك عليها في كام سؤال في الملزمة دي يقول لك لما كايناتك تبقى maximum تبقى ال velocity maximum اللي هي انهي position في السيمبل بندوليام مثلا انهي position ده عند الرست position ليه ميس علشان الرست position عنده اعلى v فيبقى عنده اعلى كايناتك energy عكس الاتنين maximum displacement عندهم ال velocity بزير الكايناتك energy بالمينمم اقل رقم ممكن توصله هنلاقيها عند two side بتوع simple بندولي طيب بيسألني ويقول لي الموشن اللي result من of medium particle في certain moment في definite direction دي اسمها وصيلة ريموشن هقول له لأ انت تابت وكتبت كل الكلام ده صح لكن كلمة الصيلة ريموشن دي بوزت الموضوع كلامك يبقى صح لو الكلمة دي اسمها ويف موشن الويف موشن هي اللي معاها كلمة vibration اما كلمة سيولات ريكام معاها rest position طيب بيقول لي كمان ان الويف قدرنا نعمل لها classification على حسب ability to propagate into mechanical صح يا ميس طب كامل كده and longitudinal ما حصل شاميس على حسب الابلتي to propagate قدرنا نعمل classification للويف لنوع اولاني mechanical اللي هي canto propagate في vacuum وanida media يعني والنوع التاني ما اسموش longitudinal اسمه electromagnetic wave وده اللي كان propagate في vacuum يبقى sentence دي الغلطة فيها في اخر كلمة لو سمحت اقرأ الquiettion لاخر ولو سمحت ركز كويس في الامتحام ما نضيعش درجاتنا بقدي طيب مديني كمان سؤاله بيقول لي الووتر واللايت اللي اتنين transverse ويف اه الكلام ده صح طيب بنفس الفكرة اللايت والساوند دول electromagnetic wave قولوا لا ما حصلش اللايت electromagnetic فعل اه can propagate في vacuum doesn't need the media اما sound waves ما حصلش they can't propagate the mechanical wave وحتى الطيب بتاعها مش زي اللايت فينه transverse the light electromagnetic magnetic وtransverse الساوند بقى عكس الكلام ده خالص دي mechanical و longitudinal الساوند واللايت هتلاقيهم على طول عكس بقى طيب بيقول لي هنا الساوند دي transverse propagate throw medium وforming composition وrarification الكلام كله صح ما ادا حاجة واحدة بس انه مش transverse هي اه بتمشي في اي ميديا تقدر تمشي لو الميديا موجود مش throw vacuum يعني واخ consist من composition وrarification لكن ما هيش transverse مديني مثلا example على حاجة ويقول لي الموشن بتاع ال swing المرجيحة اللي بنقعد نلعب بها دي periodic motion ايوة فعلا دي periodic motion طب ولو قال لي بدل periodic motion assulatory motion صح برضو ما هي assulatory و periodic طيب خلي بالك بقى من السؤال ده علشان ده حيتحك علينا شوية بيقول لي distance ما بين first crust وال second crust longer than distance ما بين second trough وال third trough قلوا لا ما حصلش ليه يا ميس علشان دي اسمها wave lens ودي اسمها wave lens وال wave lens في ال wave number سابت يعني ما بين crust والcrust اللي بعدها لو طلع لي برقم حيطلع هو هو نفس الرقم ما بين اي trough و trough اللي بعدها ال wave lens يا شباب جوة wave هو هو سابت ما بيتغير طيب لو سألنا بعد كده question اللي هو scientific term ويسألني عن number of complete insulation اللي طلعت في one second ده مين ده يا ميس ده definition بتاع frequency طيب يسألني عن direction بتاع propagation of wave اسمه line of propagation طيب لو سألني عن measuring unit بتاعة frequency وانسي هقوله مين هقوله الاساس بتاعنا الهيرتز اللي كان فيه كذا علة تانية mega hertz او بترتبهم كده kilo hertz mega hertz giga hertz ما بين كل واحد والتاني three zero طيب سألني عن lowest point of the particle في transverse تاني انا كان عندي في transverse lowest point اسمها trough والhighest point اسمها crest اما بقى في longitudinal كانت lowest density area كان اسمها rarefaction والhighest density area كان اسمها composition والتفقن ان composition في longitudinal equivalent لي الكrest في التransverse والتراف جو التransverse equivalent للrarefaction في longitude طبعا لو سألني عن المترينج unit بتاع الperiodic time ده السكند ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق